اشتركوا في القناة وكانت تمني النفس بإضافة لقب قاري جديد إلى خزائن الفريق ولم ينجح الحسين عموتة مدرب الوداد الجديد في تدشين عودته للبيت الأحمر بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد أن ساهمت ثلاث عوامل أساسية في خسارة الفريق للقب بهدفين نظيفين أولا الأخطاء الدفاعية ارتكب الخط الدفاعي لفريق الوداد الرياضي أخطاء كبيرة في لقاء السوبر الإفريقي أمام مهاجمية النهضة البركانية وهو ما استغله بطريقة جيدة أبناء المدرب الفني الجزائري عبدالحق بن شيخة الذي يتولى إدارة الفنية للفريق البركاني حيث كان واضحا أن الوداد الرياضي لم يجد البديل مناسب لداري حتى الآن المنتقل لبريست الفرنسي ثانيا الاختيارات غير موفقة لمدرب الوداد وأجمعت فئة عريضة من الجماهير الودادية على أن الاختيارات التي دخل بها الحسين عموتة مدرب الوداد الرياضي لم تكن موفقة إلى حد كبير وهو ما زعل الانسجام يبدو غائبا على لاعبيه في لقاء السوبر ما أعطى الفرصة للفريق الخصم لاستغلال الفرص التي أتيحت لها في هذه الموازهة المغربية الخالصة في توبيها الإفريقي ثالثا الالتحاق المتأخر والحضور الباهت وأكد المدير الفني لفريق الوداد الرياضي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الموازهة أن بعض اللاعبين عليهم مرازعة أنفسهم في أقرب وقت ممكن بعد ظهورهم من الباهت في هذا اللقاء كما أن الالتحاق المتأخر من الحسين عموتة بالتداريب لفريق الوداد الرياضي يعتبر من الأشياء التي ساهمت في غياب ذلك التجاوب الكبير من لاعبين مع تعليماته داخل الملعب وهي عوامل ضيعت على الوداد الرياضي التتويج بالسوبر الإفريقي الثاني في تاريخه يذكر أن النهضة البركانية حقق لقب السوبر لأول مرة في تاريخه بعد تغلبها على الوداد الرياضي بهدفين دون رد في اللقاء الذي زمعهما على أرضية المزمع الرياضي الأمير مولي عبد الله بالرباط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر